الخطة باء أو سيناريو القيامة كما يتعارف عليه في حسبان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله منذ سنوات بحسب تقرير أمريكي هذه الخطة الاضطرارية التي تتضمن الفرار والاختفاء خصصت لها أموال طائلة مصدرها عمليات احتيال ووجهتها حسابات في الخارج معظمها لأسرته وتقدر بمليار وستمائة مليون دولار أمريكي أما مصادرها فامتنوعة أولها تحويلات مباشرة من ميزانية حزب الله أو من ممولي الميليشيا وشركاتها ومعظمها إيراني وثانيها سرقة الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية هذه المهمة يقوم بها سياسي حزب الله من خلال اللجان يرأسها في البرلمان غير أن منفذي عمليات التحويل معدودون وهم مقربون من نصر الله ومن أفراد عائلته الموثوقين وشخصيات رفيعة المستوى في الحزب وينحصرون بثلاثة أولهم هاشم صفي الدين ابن عم نصر الله والثاني في القيادة يعطي الأوامر المباشرة لنواب حزب الله بسرقة الأموال باستخدام سلطته كرئيس للمجلس التنفيذي للحزب الشخص الثاني الذي يغدق الأموال على صندوق المهرب هو جواد نجل نصر الله نظرا لصلته الجيدة بالخارج وكذلك لإحلال توازن مضاد لصفي الدين في حال انقلابه هذه الهياكل المؤسسية تتلقى خدمات محاسبة من شركة كاي بي ام جي العالمية التي يرتبط أشرف صفي الدين وجواد نصر الله مباشرة بمدراء كبار فيها اشتركوا في القناة